فيما وصف بأنه واحد من أكثر خطاباته استعراضا للقوة منذ سنوات كشف الرئيس الروسي فلاديمر بوتين عن الوجه القوي لروسيا وأعاد تقديمها أمام مواطنيه والعالم كقوة عظمى بوتين كشف عن أسلحة نووية جديدة لا يمكن اعتراضها جعلت نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي عديم الجدوى خطاب لاستعراض القوة لم يتوقف فيه بوتين عند الجانب العسكري بل شمل التقدم في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد رسالة أراد أن يوصلها الرئيس الروسي إلى الغرب تفيد بما وصفه نهاية فاعلة للجهود الغربية لعرقلة تنمية روسيا كما وجهها للداخل الروسي قبل 17 يوما من انتخابات رئاسية يستعد من خلالها لتحقيق فوز سهل بفترة رئاسية جديدة تستمر ست سنوات تنضي روسيا في تطوير قدراتها العسكرية فيما يشبه سباق تسلح جديد مع الغرب رئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر أن يتخذ من خطابه السنوي أمام الجمعية الاتحادية منبرا للإعلان عما قال إنها اختبارات على مجموعة من الأسلحة النووية لا يستطيع العدو واعتراضها بحسب تعبيره بوتين قال إن روسيا اختبرت أيضا صاروخا باليستيا عابرا للقارات يدعى سرمات ويفوق نطاقه وعدد رؤوسه الحربية النوع السابق من هذه الصواريخ سرمات سلاح قوي جدا وبسبب خصائصه لا يمكن لأي أنظمة مضادة للصواريخ الباليستية أن تعطرده رئيس الروسي قال إن بلاده طورت أسلحة جديدة ردا على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من الصواريخ الباليستية وهدد بوتين أيضا بأن تستخدم موسكو السلاح النووي في حال تعرضت روسيا وحلفاؤها لأي هجوم من أي استخدام للأسلحة النووية ضد روسيا وحلفائها صغيرة كانت أم متوسطة أو من أي قوة سيعتبر هجوما نوويا على بلدنا وستكون الاستجابة فورية ومع كل العواقب المترتبة عليها بوتين أشار كذلك في خطابه إلى أن العملية الأسكرية في سوريا أثبتت القدرات الدفاعية الروسية قدرات لم تخفيها موسكو إذ قامت بإجراء التجارب على عشرات من إنواع الأسلحة الجديدة منذ تدخلها الأسكري في سوريا عام 2015 تدخل أجج الخلاف بين موسكو والغرب وبالتحديد واشنطن إلى حد أعاد أجواء الحرب الباردة من جديد وهو فيما يبدو ما دفع الرئيس الروسي إلى الإعلان عن أسلحة حديثة اعتبرها ضمانا للسلم الدولي لكنها بالتأكيد ستكون حافزا إضافيا لدخول منعطفات تسلح جديدة إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أسلحة بلاده النووية الجديدة والنوعية لم يدهش الأمريكيين فقد أكدت الناطقة باسم وزارة الدفاع الأمريكية دانا وايت أن واشنطن على علم بأن روسيا تطور أسلحتها من فترة طويلة وأنها تضع ذلك في حساباتها وأكدت أن الولايات المتحدة لديها قوة ردع نووية لم نفاجأ بإعلان بوتين وعلى الشعب الأمريكي يتأكد أننا مستعدون تماما يعلم الروس جيدا أن الصواريخ التي نصبناها ليست موجهة إليهم إنها صواريخ دفاعية نعيد التأكيد على أن لدينا قوة ردع نووية ونحن مستعدون للدفاع عن هذه البلد لمناقشة هذا الموضوع معنا من موسكو الخبير في الشؤون الروسية رائد جبر ومعنا من واشنطن المحلل السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية فريد فلايتس أذكركم مشاهدين أنا بإمكانكم أيضا أن تشاركوا معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعين تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي أستاذ رائد مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد لافت هذا الخطاب من حيث الشكل ومن حيث المضمون أولا ساعتان تحدث خلالهما الرئيس الروسي في الجمعية الاتحادية أمام حجد كبير استخدم كل الأدوات السمعية والبصرية والصور وإلى آخره قطع عدد من المرات بالتصفيق الحاد يعني البعض يقول أنه ذكرنا بخطابات الزعماء السوفيات ربما حتى من العهد استاليني أولا كيف نقرأ هذا الخطاب أستاذ رائد من حيث الشكل ومن حيث المضمون ومن حيث الرسائل الموجهة سواء داخليا أو خارجيا نعم مساء الخير بداية لك ولضيفك الكريم يعني هو طبعا خطاب غير مسبوق بوتين أراد أن يكون خطابا لا ينسى في الواقع هذا الخطاب الرقم 14 منذ أن وصل بوتين إلى السلطة في العام 2000 حتى الآن ولكن أراده بالفعل أن يكون خطابا لا ينسى بكل المؤثرات التي أحدثها فيه ومن خلال المعطيات التي قدمها موضوع الأسلحة الحديثة وما إلى ذلك هو كان يخاطب يدغضغ عواطف الروس يخاطب حماسة الروس الوطنية لكن بالمحصلة النهائية علينا أن نتوقف عند ملاحظات يعني بالبداية بوتين يقول للروس بعد عشرين عاما من وجوده في السلطة أنه لم ينجح في حلحلة الكثير من القضايا المعيشية معدلات الفقر القضايا الاقتصادية وما إلى ذلك لأن روسيا كانت مجغولة بتطوير أسرحها استراتيجية لمواجهة التحديات الخارجية هذه نقطة مهمة ورئيسية يعني يبدو أنه بالفعل أراد توجيه هذه الرسالة على أبواب انتخابات رئاسية مقبلة ولفترة ست سنوات مقبلة سيكون حاكما للبلاد النقطة الثانية طبعا هذا على الصعيد الداخلي على الصعيد الخارجي كان هناك إشارة إلى أنه روسيا الآن في وضع أفضل من السابق بكثير ويمكنها أن تتدمر ويمكنها أن تقول العالم وخصوصا للولايات المتحدة لم تريدوا لم تكونوا تسمعونا في السابق الآن عليكم أن تسمعونا عليكم أن تجلسوا إلى طاولة المفاوضات معنا ليس فقط لأنه لدى روسيا قوة ردع يعني قوة أسلحة استراتيجية حديثة يعني أظهرها وهو قدمها اليوم إلى الشعب الروسي على الهواء مباشرة ولكن لأنه بالفعل روسيا تمتلك الآن عدة ملفات إن كان من سوريا وصولا إلى الملفات الإقليمية والدولية المختلفة وهي قادرة على تعطيل مجلس الأمن كما رأينا أكثر من مرة وفي ملفات عديدة أخرى إذن هو يربط كل هذا ويقول للغرب أنه لم تعد روسيا تقبل بأن تكون تابع لم تعد روسيا تقبل بأن تتكرر تلك السنوات عندما كان الخبراء الأمريكيون يجلسون في قواعدنا العسكرية وفي وزاراتنا ويتحكمون بشؤوننا الآن نحن ندير أسياد أنفسنا وندير قدرات بلادنا ولدينا القدرة على التحدي أعتقد أن الوصف بكلمة واحدة هذا خطاب تحدي كبير سيد فلايتس في واشنطن مرحبا بك معنا ما رأيك رسائل عديدة وجهت إلى واشنطن تحديدا ليس فقط متعلقة كما أشار الأستاذ رائد بالقدرات العسكرية وخاصة الأسلحة التي أشار إليها سيد بوتين المتطورة كثيرا ولكن هناك رسائل أن روسيا اليوم تعود قوة عظمى ويجب أن تستمع إلينا ولم نعد تابعين لأحد بعد الآن هل هذه رسائل تجد صدى ويستمع إليها صانع القرار اليوم في واشنطن بشكل جيد؟ شكرا على استضافتي في هذا البرنامج أجد الرئيس بوتين وخطابه مثيرا للدهشة لأن بوتين يعرف أن روسيا لديها أربعة آلاف رأس نووي وعفوا أربعة آلاف سلاء أسلحة وكذلك أكثر من ثلاثة آلاف رأس نووي ومع ذلك تتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية صحيح أن روسيا لديها قوة نووية يمكنها أن تواجه بعض الصواريخ التي قد تأتي من جهة أخرى لكن روسيا طورت العديد من هذه الأسلحة ولديها رؤوسا متعددة يمكن تحميلها في صاروخ واحد إذن هذه المبارزة التي يستعرضها السيد بوتين وبأن روسيا ردعية روسيا لديها أصلا قوة ردعية قوية إذن أتفق مع ضيفك من موسكو بأن هذا ربما يكون ضمن الحملة الانتخابية لسيد بوتين لأن لديها مشاكل اقتصادية واجتماعية وربما هذا ما يحاول أن يبرره السيد بوتين ليقول إن روسيا هي قوة عظمى وقوة كبرى وأيضا أن يستعيد ذلك النفوذ السابق للاتحاد السوفيتي والحيازة لهذه الأسلحة يبرهين على ذلك وهذه التشكيل الواسعة من أسلحة نووية طبعا مطار قلق لأمريكا لكن هي لديها مسبقا هذه القوة الردعية النووية وكذلك هذه القوة التدميرية لهذه الأسلحة تبقي روسيا في هذه الإطارة للقلق بشكل غير مسبوق لكن فيما يخص هذا التطور الجديد وكون روسيا أصبحت قوة الردعية أكثر هذا لا يقنعني كثيرا لأن لديها أصلا هذه الإمتياز سيد رائد اللافت في هذا الخطاب أنه إلى حد ما ربما يتناقض مع ما قاله وزير الخارجية الروسي بالأمس سيرجي لافروف في مؤتمر نزع السلاح في جنيف بالأمس الأربعاء السيد لافروف يقول أن الولايات المتحدة تعرقل عملية نزع السلاح النووي وأن خطوات واشنطن وستراتيجياتها تعمل على تخفيض عتبة استخدام الأسلحة النووية أي جعل استخدامها مسألة أسهل من قبل ألا يتناقض ما قال الرئيس بوتين اليوم مع هذا الموقف إذا أنتم ترغبون في الحد من انتشار أو السباق التسلح بالوقت نفسه يقوم سيد بوتين بالإعلان عن كل هذه الترسانة الهائلة من السلاح والتي لم يتم تطويرها بالأمس هذه أخذت فترات طويلة لكي يتم تطويرها هل ترى هناك أي تناقض في الموقفين؟ لا أعتقد أن هذا تناقض بقدر ما هو يعكس طبيعة السياسة الروسية لأنه لفروف يتحدث في مؤتمر لنزع التسلح بالتالي هو يتحدث بصيغة بيروقراطية بخطاب بيروقراطي كما يجب أن يقول وزير الخارجية إنما رئيس البلاد في مناسبة من هذا النوع وبهذا الحجم يعلن توجهات أخرى بعد ذلك كل المؤسسات الروسية العسكرية والديبلوماسية سوف تذهب للترويج لما قاله الرئيس في الفترة اللاحقة هكذا تصنع السياسة في روسيا هكذا تتم الأمور في روسيا عادة إنما أرد أن أشير إلى أنه بكل الأحوال أيضا بوتين تحدث عن مسألة خطر وجود الصواريخ والقدرات النووية التكتيكية التي تسعى الولايات المتحدة إلى نشرها في بعض بلدان العالم بما في ذلك في أوروبا هذا أمر حديث بوتين جاء أيضا للرد عليه بشكل أو بآخر أنه لدينا القدرة على مواجهة مثل هذا الحدث عندما يقول أنه إذا تعرضنا لأي هجوم نووي صغير أو متوسط أو كبير فسيكون ردنا الشامل المقصود هنا الإشارة بالتحديد إلى حديث لفروف حول مسألة القنابل النووية التكتيكية الأمريكية الموجودة في أوروبا في هذا الإطار لكن علينا دائما أن لا ننسى أنه هنا أتفق في الرأي طبعا ما ضيفك أنه الخطاب موجه بالدرجة الأولى إلى الداخل الروسي الخطاب موجه لإثارة حماسة الروس لضمان استفافهم حول بوتين في هذه المرحلة الانتخابية وفي وقت لدى الرئاسة الروسية تعقيدات صحيح أن بوتين يضمن تقريبا الفوز لفترة ولاية رئاسية جديدة مدتها ست سنوات هو ضاء يضمن الفوز سلفا ولكن يخشى من تعقيدات كثيرة اقتصادية ومعيشية خلال المرحلة المقبلة بسبب العقوبات المفروضة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب ضعف البنى الصناعية التحتية روسيا حتى الآن تعتمد على صادراتها من المواد الخام ومن الأسلحة إلى الخارج إنما ليست لديها بنى صناعية قوية ومتطورة لذلك هو أمام تحديات جدية خلال السنوات المقبلة ويخشى بالدرجة الأولى في المرحلة بعد الانتخابات مباشرة أن يكون هناك محاولة للتشويش على فوزه لزعزعت هذه الثقة بالفوز من خلال الإشارة إلى أنه لم ينجز الكثير لذلك هذا الخطاب جاء في هذا التوقيت بالمناسبة عادة بوتين لا يقدم خطاباته السنوية للبرلمان في بداية العام إنما في نهاية العام الذي يسبق وتم تأجيله شهر ونصف الشهرين تقريبا من أجل أن يكون اقترب قبل أسبوعين من موعد الانتخابات هذا أمر للتأثير على سير العملية الانتخابية ولتوجيه رسائل داخلية بالدرجة الأولى مع أن الفوز تقريبا مضمون أو ليس تقريبا مضمون لماذا ربط هذا الخطاب بمسألة توقيت الانتخابات أستاذ رائد؟ خوفا يعني مزيد من الحملة الانتخابية لا يشارك في مناظرات انتخابية لا يشارك مع أحد هو يتقدم على منافسيه بدرجات عالية جدا وليس مهتم بالحملة الانتخابية إنما هذا الخطاب مهم أنه الآن في مرحلة تشكيك المعارضة صحيح ضعيفة في روسيا ولكن هناك مرحلة تشكيك بنزاهة هذه الانتخابات كونه الزعيم الأوحد الموجود في البلاد وما إلى ذلك أيضا هناك نوع من التذمر المتصاعد خلال الفترة الأخيرة بسبب الأوضاع الاقتصادية نحن نتحدث عن 20 مليون روسي تحت خط الفقر عندما يعد بوتين الآن أنه خلال 6 سنوات المقبلة سوف يصل هذا الرقم إلى نصفه بمعنى أن ينخفض عدد الفقراء في روسيا إلى النصف تقريبا هذا وعد كان يمكن أن يقول الروس أنه علينا انتظرناه طويلا لسنوات طويلة لذلك يوجد وغضة معقد اقتصادية لكن هذا الخطاب أراد بالفعل حشد الجمهور وتوجيه رسالة أساسية وهي أنه لم نكن قادرين على حلحلة على تسوية كثير من القضايا الداخلية لأننا كنا منتشغلين بالهم الأكبر وهو هم التحديات الخارجية الاستراتيجية بالنسبة إلى روسيا يعني هذه الرسالة كانت مهمة جدا سيد فلايتس الرئيس بوتين اليوم في هذا الخطاب يقول بالحرف الواحد أن روسيا اضطرت لتطوير الأسلحة الجديدة لأن الولايات المتحدة طورت نظاما للدفاع الصاروخي هدد بتقويض الرادع النووي الروسي وتجاهلت مخاوف موسكو من ذلك وقال لم يستمع أحد لنا أنتم تستمعون إلينا الآن يعني تطوير هذه الترسانات الهائلة والاستراتيجية من الأسلحة المتطورة يأتي رد على ما تقوم به الولايات المتحدة وبالتالي يعني البعض يقول روسيا لن تقف متفرجة في الوقت الذي تطور فيه الولايات المتحدة من منظوماتها وهذا هو الرد تحديدا ما رأيك في ذلك؟ أعرف أن الرئيس بوتين قال ذلك لكنني متأكد أن الحكومة الروسية تعرف أن هذا غير صحيح لأن منظومة الدفاع الصاروخية الأمريكية هي برنامج صغير هو يوجه فقط ضد تلك الهجمات التي قد تأتي من دول صغيرة لا يسا موجها لدولة روسيا وعلينا أن نعرف أن هذا الخطاب موجه للخطاب للاستهلاك الداخلي كما قال ضيفك وأن هذه المنظومات الصاروخية الدفاعية التي منشورة في الحدود مع روسيا ليس لديها أي تأثير على مقدرات روسيا الدفاعية والردعية ربما يحدث ذلك في وقت ما لكن هذه التجارب التي أجرتها روسيا جزء ونسبة كبير منها يمكن أن نلاحظ أن الاعتراض والإطلاق كان قريبا جدا وهذا يجب أن يكون اندارا لروسيا لأن التكنولوجيا هي بعيدة عن أن تكون قادرة على اعتراض تلك الصواريخ والترسانة نوية لروسيا هناك سؤال آخر هنا فلاديمير بوتين هو يواجه رئيسا جديدا ترامب وهو كان حاسما أكثر على الصعيد العالمي وهو مختلف عن سيد أوباما أشك بأن هذا الخطاب هو ليثبت قيادة روسيا أكبر في العالم سأسألك عن هذه القصة أو هذه القضية بالتحديد سيد فلايتس بعد قليل وسنسأل أيضا عن هل نحن بصدد العودة إلى مراحل الحرب الباردة سباق تسلح ونبرات تصعيدية من الطرفين اليوم وزير الدفاع الروسي يقول دول حلف شمال الأطلسي تحاول جر روسيا إلى سباق تسلح جديد لكن الأسلحة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس بوتين ستساعد في تجنب هذا السيناريو سنطرح هذه القضايا بعد قليل ولكن قبل ذلك إلى سامي ومشاركات المشاهدين نعم مهند هذه مشاركة لرامي يتحدث فيها ويقول بوتين يتحدى العالم دون اكتراث في الوقت الذي تدعو فيه الأمم المتحدة لنزع السلاح النووي يستعرض بوتين قوته العسكرية ومجموعة أسلحته النووية هنا ريم تقول خطاب بوتين واستعراضه لأسلحة النووية لم يختلف عما يفعله زعيم كوريا الشمالية وتفخره بقدرات بلاده العسكرية هنا حسن في الختام يقول جنون ضرب الدول بسبب الأسلحة النووية يبدو أن هاكينغز كان محقا عندما طالب بضرورة بناء مستعمرات في الفضاء لأنه يبدو أن حرب النووية مستقبلية ستقضي على الكوكب وهذا يأتي في إطار سباق التسلح الذي تحدثت عليه قبل قليل صحيح وسنسأل ضيوفنا عن هذا الموضوع شكرا جزيلا لك سامي أستاذ رائد ما رأيك هل نحن بصدد العودة إلى حقبة يعني كنا نعتقد أنها ولت إلى غير رجع ربما مسألة سباق التسلح وهذه التحديات المتبادلة بين القطبين آنذاك الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق هل نحن بصدد العودة إلى شيء شبيه بتلك المراحل نعم نعم أتفق تماما مع هذا الرأي نحن أمام حرب باردة ولكن حرب باردة من نوع جديد سباق تسلح من نوع جديد ليس بالضرورة أن يكون مماثلا لذلك الذي شهدناه في الفترة السابقة اليوم لا أيديولوجيا في الموضوع يعني الحرب ليست أيديولوجية كل الطرفين يتبع اقتصاد السوق والنظام الرئيس مالية ولكن نحن أمام نموذجين في الواقع نموذجين يقدمان للعالم كل منهم يقدم العالم رؤيته لأساليب إدارة العالم وهذا يولد نوع من التنافس نوع من الصراع بطبيعة الحال أنا لا أعتقد أن روسيا ستكون قادرة على مواجهة حرب أو سباق تسلح كامل لأن الاقتصاد الروسي ليس قويا في هذه الدرجة ولكن بالفعل هناك محاولة من روسيا أن تحافظ على الترسان النووية باعتبار أن هذه الترسان ضمانة للردع على الأقل أن لا يكون هناك نوع من محاولات الاعتداء عليها ضيفك قبل قليل قال أن المنظومات التي تنسرها الولايات المتحدة في أوروبا ليست موجهة ضد روسيا أو ليست قادرة على إيذاء روسيا في الواقع المسؤولين الروس يدركون ذلك يقولون أنه في شكلها الراهن ليست قادرة ولكن هناك هي قادرة يعني للولايات المتحدة إذا شاءت قادرة على إضافة تقنيات معينة إلى هذه النظم وتحويلها بشكل سريع جدا إلى نظم هجومية قادرة على توجيه ضربات إلى روسيا لذلك هناك خطر أو خوف خشية روسية حقيقية يدفعها إلى الحفاظ على الثلاثي الأساسي وهو أنظمة الصاروخية التي تطلق من البر والبحر والجو باعتبار أن هذا الثلاثي النووي مهم جدا بالنسبة إلى روسيا لضمانة الردع بالدرجة الأولى إنما إذا دخلت روسيا في سباق تسلح مكلف من الناحية الاقتصادية طبعا ستكون نتائج كارثية إذا كان الاتحاد السوفيتي لم يتمكن من مواجهة هذا السباق وفقد الكثير في نهايته كان يترهل فروسيا بالأدعى أنها لديها هذه المشكلة لكن أيضا روسيا لديها عنصر قوة إضافة وهو الملفات الإقليمية هي الآن تمسك بملفات إقليمية أساسية ومهمة وبالتالي هي قادرة على تحصين إن صح التعبير مواقعها في صراعها مع الولايات المتحدة ومع الغرب من خلال أيضا ليس فقط من خلال القوى العسكرية إنما من خلال التواجد هذا المهم في ملفات إقليمية موجعة أحيانا للولايات المتحدة هذه نقطة مهمة سيد فلايتس يعني هي المسألة لا تتعلق فقط بالترسانة النووية والمنظومة العسكرية ولكن أيضا بمدى بسط نفوذ روسيا في عدد من المناطق اليوم روسيا خاصة في منطقتنا هنا تلعب أدوار رئيسية في عدد من الملفات الدور الأمريكي يبدو في كثير من الأحيان غائبا إلى حد كبير عن هذه الملفات أنت أشرت إلى أن اليوم الإدارة إدارة حاسمة إدارة الرئيس ترامب أكثر مما كانت عليه إدارة الرئيس أوباما ولكن عمليا اليوم روسيا هي التي تلعب الدور الرئيسي في الكثير من هذه الملفات أود أن أسمع تعليق لك على هذا الموضوع سيد فلايتس ما من شك في أن هناك فراغ في العراق وسوريا بسبب أوباما وروسيا شدت هذا الفراغ وهذا واقع روسيا تريد أن تبسط أكثر نفودها في الشرق الأوسط والدول الشرق الأوسطية تعرف ذلك لأن روسيا قريبة من إيران وحلفاءنا السنة في الشرق الأوسط يعرفون ذلك ولن يثق بروسيا بسبب محاولتها عقد صفقات وما إلى ذلك مع السعودية وغيرها يعرفون أن روسيا هي ليست مستعدة لفك ارتباطها بإيران مثلا إذن بالنسبة للوضع الحالي ليس مشابها لما حدث في الحرب الباردة في السابق لكن هذا الخطاب من قبل بوتين مثير للقلق الحل هو أن الرئيس ترامب وبوتين يحاول أن يجد حلا أو توافقا للتعايش ترامب كان يحاول فعل ذلك لكنه لم يجني إلا التشويش والدرر من ذلك من قبل الإعلام وأعتقد أن إدارة ترامب عليها أن تتحرك وتتجاوز تلك الفضيحة الخاصة بتورط المحتمل في الانتخابات الأمريكية روسيا لديها أكبر ترسان نووية في العالم بصرف النظر عن أي تطوير قد يحدث وعلى الأمريكيين أن يتعايشوا مع الروس وسيكون هذا الحل توترينه أستاذ رائد داني أسألك على هامش هذا الحوار عن مسألة وجود روسيا في الحرب السورية اليوم إلى أي مدى هذه المسألة تلعب دور ما بالنسبة للناخب الروسي هل هناك قلق لدى الروس العاديين من الانخراط الروسي المباشر بهذا الحجم في الحرب السورية اليوم بالتأكيد خلال الشهور الماضية كان هناك تفاوت كبير في نتائج استطلاعات الرأي حول هذا الموضوع في مرحلة معينة شهدنا أن حوالي نصف الروس يريدون أن تغادر القوات الروسية سوريا فورا هذا كان قبل حوالي ستة أشهر أو سبعة أشهر خلال الشهرين الماضيين وخصوصا خلال أسابيع الماضية تحديدا عندما ظهرت معلومات عن قصف قافلة المرتزقة الروس ومقتل مئات وما إلى ذلك دخل هذا الموضوع على خط الحملة الانتخابية بشكل مباشر حتى مرشحين منافسين لبوتين طالبوه بتقديم توضيحات كان هذا الموضوع الشغل الشاغل لشبكات وواصل الاجتماعي في روسيا وسائل الإعلام بدأت تتحدث عنه أنه عليه على الرئيس الروسي أن يقدم توضيحات ماذا نفعل في سوريا الآن بدأت تظهر أسئلة من نمط أنه ذهبنا إلى هناك لثلاثة أشهر تذكر أنه في بداية الحملة في نهاية سبتمبر 2015 كان الروسي يقولون أنه العملية العسكرية ستكلفنا ثلاثة أشهر إنما الآن ندخل العام الثالث يعني الآن عامين ونصف ولم تتضح بعد وتقول روسيا أنها باقية بوجود دائم باقية للأبد في سوريا لذلك طبعا هذا الأمر مقلق وظهر نقاش حوله قوي جدا لكن بالمقابل كل الحديث حول هذا الموضوع يعني وسائل الإعلام الروسية تقوم بحملة دعائية مكثفة جدا نشطة جدا حول أنه وجود روسيا في سوريا ساهم في عودة روسيا إلى الساحة الدولية من أوسع الأبواب وأنه هذه المصلحة العليا المصلحة الاستراتيجية لروسيا لا يتم تحقيقها إلا من خلال فرض الوجود وأنه نحن ندافع عن مصالح روسيا بالدرجة الأولى هذا أمر طبعا يحشد إلى قدر كبير طاقة حول فلاديمير بوتين طاقة شعبية رصيد شعبي حول فلاديمير بوتين وحول سياساته في سوريا برغم أن الأسئلة تبقى عالقة كما ظهر عند قصف هذه القافلة من المرتزق الروس الأسئلة دائما تبقى عالقة لماذا نحن هناك وماذا نريد من سوريا سيد فلايت ما رأيك الوجود الروسي في سوريا بهذا الشكل روسيا اليوم تلعب الدور الرئيسي هناك هل بالفعل ساهم في عودة روسيا إلى الساحة الدولية بشكل كبير وأيضا اليوم الرئيس بوتين يقول القوة العسكرية المتزايدة لروسيا سوف تضمن السلام العالمي ما رأيك في ذلك أعتقد أن روسيا بالتحديد وسعت نفودها في سوريا وأنها لن تغادر في أي وقت قريب لكن الشعب الروسي لا أعتقد أنهم رادون عن وجود الجيش الروسي في سوريا لا يريدون أن يقتل جنودهم ويجرون في سوريا وأشك في أن الشعب الروسي يخالفوني الرأي الآن كم من الروس يفهمون أن فلاديمير بوتين قرر دعم ديكتاتوري همجي وهو بشار الأسد في سوريا إذن هي تدعمه دون أن يكون له أي مواصفات وهذا يلطخ سمعة روسيا في العالم ربما لا يسمع الروس هذا الكلام لكن الأمم في الشرق الأوسط يفهمون هذا الأمر جيدا يعرفون أي نوع من النظام تدعمه روسيا إذن هذا النفوذ موجود ويوسع من قبل روسيا والعمل مع إيران التي تدعم الإرهاب هناك حدود لكيفية توسيع هذا النفوذ شكرا جزيلا لك سيد فريد فلايتس المحلل السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA كان معنا من واشنطن شكرا لضيفنا من موسكو الخبير في الشؤون الروسية الأستاذ رائد جابر شكرا لكم